خمسة آلاف طن من الرمل شارك فيها ثلاثون نحاتا من أمهر النحاتين في العالم لتخرج هذه القطعة الفنية بحجم أطول قلعة رملية بطبقة رقيقة من غراء خاص لمقاومة فصل الشتاء وبعد جهد كبير دخلت القلعة الفريدة من نوعها موسوعة جينيس كأطول قلعة رملية هرمية ارتفاعها واحد وعشرون مترا سلط الضوء عليها في مهرجان صيف الدنمارك السنوي لكن أبرز ما جاء في مشروع القلعة هو أعلى قمتها حيث وضع نموذج كبير للفيروس التاج كورونا ينتهي برجل ممسك بحقنة علها تفسر الوصول إلى النجاة على القمة والقمة رمز النجاح ورسالة قوية لنصيحة طبية ضرورية في زمن كورونا إن النجاة في اللقاح ما يعني إنها أكبر من قلعة رملية وربما يصح تسميتها قلعة الحياة